أدري كلكم منتظرين هاي الوصفة وصراحة تستاهل كيكة بيها جزار وزيت زيتون ودارسين ومكون سري خليها تطلع هشة بطريقة معادية أول شي نقشر الجزار ونبرشة ونحطها على صفحة وبعدين نبلش بالكيكة بيض وفانيلا وسكر بني وسكر أبيض وزيت زيتون وهذا هو المكون السري اللي قلت لكم عنه ننخل المكونات الجافة اللي هي طحين وبايكينج باودر وبايكينج سودا وملح ودارسين ونخلطهم بالإيد آخر شي نضيف الجزار اللي برشناه ممكن كوبين أو ثلاثة أنا حطيت ثلاثة وجوز البيكان أنا أحب أخلطه بطحين قبل ما أضيفه استعملت هذا القالة بالحل سألتوني عنه من وين صراحة ما أتذكر بس هو كل جزيين دهنته بس بالزيت ودرت بيه خليط الكيك وطبطبته شوية وهاي الكيكة طلعت من الفرن نحركها شوية بس تشينه حتى تنزل بسرعة ونقلبها أكو أحلى من هيجي كيكة نحضر الفروستينج مقاديرة كلها مكتوبة تحت الفيديو وأنصحكم تخلطوه بالإيد لأن أنا كل الشكر طار علي طبعا القالة بصغير فزاد عندي من خليط الكيك سويت منها هاي الكيكات الصغار للجهال يكيفون عليها جربوا الكيكة ودزولي تطبيقاتكم وبالعافية مقدمة